عودة كهربا الى القاهرة وعدم تواجده واستمراره مع فريق النادي الاهلي في الامارات لغاية نهاء السوبر يوم الخميس مع الزماني. قرار مفاجئ من المدير الرياضي للنادي الاهلي كابتن محمد رمضان بترحيل او ارسال عودة محمود كهربا للقاهرة وعدم تواجده مع الفريق بل وخصم مليون جنيه كمان من المستحقات. ايه اللي حصل عشان نصحة كلنا على هذا الخبر عشان الناس بتقعد تقولك انت مركز مع الزمالك بس ادي اول حاجة خاصة بالنادي الاهلي او بكهربا دايما على طول يا جماعة بنقدر نفسنا بين انتماءاتنا وبين الصح اللي لازم يتقال. خصم مليون جنيه محمد رمضان من كهربا ورجعه على القاهرة مش هيكمل حتى اه يبقى متواجد هناك مش عشان مش هيلعب. بس لا ده انت كمان يرجع القاهرة. طبعا اعقاب قوي جدا واعتقد كونه انه يطلع للرأي اللي عام كل الدنيا هتتكلم عنه بس خلينا اقول لك كده بالموقف دوت ان كهربا انتهى تماما 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 مش اقول شهر العسل بقى ما كانش بيه شهر عسل اصلا يعني انتهت تماما كل فرصه في التواجد مع كولر خصوصا ان اللي حصل امبارح عشان يصدر هذا القرار من كابتن محمد رمضان هقوله لك دلوقتي بس بعد ما تلايك وتشير وتشترك في القناة واسمع الحكاية. كلنا شفنا امبارح محمود كهرباء لما كانت الكاميرا بتيجي على دكة البودلاء في النادي الاهلي انه قاعد مأموس وزعلان وملامحه باينة جدا وكلنا بنعرف لعبت الكرة اللي بتبقى زعلانة ان هي ما بتلعبش او اللي بتبقى نفسها هتشارك خصوصا في مواتش مع السرموجة كلبطرة ده ولا بيرمز ولا الزمالك وكان باين جدا على ملامح كهرباء. بقيت بقى عن العاك الكرة واللي عمله كولر امبارح واللغبطة سواء في الخطة او في المراكز او في مقعد عمر الساعي وبيلعب نيت فيديو ملاعب عشور جناح والعاك الكبير اللي كان حصل دوت فكلنا اه شايفين ان الاداة ما كانش احسن حاجة ولكن كهرباء بقى بشكل شخصي عشان طبعا كنت عمل لكم خمسين فيديو من قبل ما يبدأ الموسم ان العلاقة مش احسن حاجة وكولر قال كهرباء مش في حسابيتي بده رقم تلاتة في ترتيبي مع اللعيبة فبالتالي فرص لعبه اه مش كبيرة وانا موافق ان هو اتباع وقصة اللي عادة نحكيها خرج كهرباء بعد المطش طبعا بعد الفوز اللي شفتوه هم تلات كور بس على مدار المية وتسعة دقيقة يا جماعة تلات كور بالزبط منهم كورتين بجنين ومنهم كورة بفرصة دول اللي الاهل راحهم طول المطش مبارح مع سرانه خرج كهرباء في قد اللبس زعلان جدا منفاعل بيعبر عن غضبه انا ليه ما بلعبش طبعا ليه ما بلعبش دي طبعا في زل وجود كابتن محمد رمضان والانضباط والسيستم الجديد طبعا ده اساء غضب الكابتن محمد رمضان لدرجة ان هم بيقولوا ان الكهرباء مش بيقول ليه ما بلعبش بهدوء لا ده انفاعل جدا وعلى صوته لدرجة ان اللعيب عادت تحوشه وتسكته في زل وجود كولر ومحمد رمضان فطبعا هذا المشهد مع الضوابط واللايحة الخاصة بالنادي الاهل كان شيء طبيعي ان يبقى لها رد فعل بس هنا في سؤال مهم جدا. دايما رد الفعل كان ممكن نازل انت عندك نهائي يوم الخميس خلاص يتعاقب يخرج برة الاسكور في المطش الجاي مايلعبش يتجمد وتكمل الموضوع بدل ما نخرج الخبر للإعلام والدنيا كلها هتتكلم النهاردة عن ترحيل كهرباء للكاهرة وخصم مليون جنيه مستحقاته وحتما ده هيأثر بالسلم على الفريق او تشتيت الفريق اكتر ما هو مشتد. خصوصا ان احنا كنا بنقول ممكن الموقف ده يتلموا وعاكمه زي ما انت عاوز لكن واضح ان الكابتن محمد رمضان لو شفته ملامحه وجديته والحدة اللي في ملامحه وشكله في التعامل مع العليبة اللعيبة وده سلاحزوا حدين يا جماعة اخلي بالكم يعني موضوع ان انت ناشف او مع اللعيبة ده وده سلاحزوا حدين فمنصب مدير رياضي وكوائم باعمال مدير كورة مش دايما صح مش دايما صح بدليل ان الاهلي وحش الاهلي في حاجة غريبة بتحسن فبالتالي كابتن محمد رمضان كان عاوز يعمل رد فعل آآآ قوي فعم على طول هوب مليون جنيه خاص بورجع القاهرة بقيت بقى ان دي ممكن تبقى اخسارة وانه وسامن برح لما نزل ما كانش يلاقي نفسه وان طاهر بيلعب راس حربة شوية وبرسيته وشوية وان الاهلي كده بيقضي على كهربا تماما وانه كهربا كده خلاص خلصت ايامه مع الاهلي انت دلوقتي قل لنا رأيك ايه في اللي حصل من الكابتن محمد رمضان او حتى كلنا متفقين ان ان انفعال كهربا وتعالية صوته في قط اللبس وزعلوا انه بيلعبش ده شيء مرفوض بس عمرنا ما كنا بنشوف في النادي الاهلي كده اللي بيحصل في قط اللبس ما كانش بيطلع للاعلان والله يا جماعة ما كان بيحصل وكانوا دايما يدوروا على بعض زي ما بيقول وده نجاح مش فشل لكن دلوقتي واضح ان الامور بتكمل فرط لان الامور فرطت فنيا واداريا كلها ما تعرفش هو مقموص من محمد رمضان محمد رمضان بيعمل اللعبة بطريقة معينة زي برضو الناس اللي قاعد يقولوا لا ده هو برضو قبل السفر الساعة اللي حطا لهم محمد رمضان كهربا كانت سهران طب لو كانت سهران صفرته معك ليه فالمهم بشكل او باخر رجع كهرباك كهربا ومليون جنيه وعندك ماتش يوم الخميس وادائك اسوأ مما تتصور ويا طرح بقية اللعبة هيشوفه كهربا محمد رمضان بمليون جنيه وهو لسه عمال يفكر في استداد بقية فلوسه هيبقى عامل ازاي مع محمود كهربا مالوش حظ مع الاهلي كولر مش مقتنع بيه خالص واضح تماما ان كهربا اموره بتنتهي مع اه النادي الاهلي سواء اه الجهاز الفني او مجلس الادارة كمان بعد موقف محمد رمضان ده اعتقد مش هيعدي قلنا انت كمان رأيك في التعليقات ايه رأيك في التصرف اللي عمله كهربا وبعدي عمله محمد رمضان وكمان قلنا هو كولر اصلا شايله من حساباته خالص ولا كم ممكن يلعب فعلا يوم الخميس مع الزمالك صباحكم سعيد